ألزم بنك السودان المركزي المصارف بدعم خدمة الدفع الإلكتروني باعتباره المستفيدة الأول من السيولة على أن تتحمل كلفة نقاط البيع للإعلام عن طريق الشراء والإيجار وأصدر المركز مصفوفة الدفع الإلكتروني والتي ينتهي العمل بها في يونيو المقبل وشاملت ثمانية محاور وحددت المصفوفة يونيو المقبل موعدا نهيا لإصدار قانون نظم الدفع الإلكتروني عبر مجلس المدفوعات وشددت على وضع محفزات للقطاع الخاص بتحرير كل الخدمات التي يقدمها ووضع ضوابط مرنة تسمح بالابتكار كما ألزم البنك المركزي مقدمي الخدمات كافة والبائعين بقبول الدفع وترفيع تطبيقاته لتدعم تقنية الكيو آر كود وقال البنك المركزي نتطبيق النظام في كل المصانع ومناطق الانتاج ومحطات الوقود والغاز والجامعات والمدارس والمستشفيات الحكومية والخاصة وعربات توزيع المنتجات سيتموا بنهاية ديسمبر المقبل اشتركوا في القناة